اشتركوا في القناة الكبير الخالق البارئ المصور غفار القهار وهاب الرساق الفتاح العليم القابض البسط خافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحافظ المقيت الحاسب الجليل كريم الراقيب الموجيب الواسع الحاكي الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الواكيد القوي الماتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقيم العافو الرؤوف مالك الملك الملك ذا الجلالي والإكرام المقصيط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع نور الهادي الباقي الوالي الرشيد الصابور الذي ليس كابد له شيء وهو السميع الباصير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم على قناة عشاق الترات الأدب سنتعرف اليوم على أربعة من أسماء الله الحسنة ألا وهي السميع البصير الحكم العدل فلنبتدئ على بركة الله فلنتعرف على اسم الله السميع السميع هو من أسماء الله الحسنة ومعناه سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة الخفية والجلية وإحاطته التامة بها ومعناه أيضا سمع الإجابة منه للسائلين والداعين والعابدين فيجيبهم ويثيبهم ومنه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء صدق الله العظيم صورة إبراهيم وعن أبي موسى الأشعري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صفر فكنا إذا علونك كبرنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تذعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا رواه البخاري ومسلم وعن أبان بن عثمان قال سمعت أبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء رواه أبو داود وورد اسم الله السميع في القرآن الكريم خمسا وأربعين مرة اقترن في أكثر من ثلاثين منها بالعليم كما اقترن في عشرة مواضع بالبصير وجاء مقترنا بالقريب مرة واحدة وجاء منفرضا في مواضع مثل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء صدق الله العظيم صورة إبراهيم والآن نتعرف على اسم الله البصير هو اسم من أسماء الله الحسنى ومعناه الذي أحاط بصره بجميع المبصيرات في أقطار الأرض والسماوات فيرى ذبيب النملة السوداء على الصخر الصماء في الليلة الظلماء وجميع أعضائها الباطن والظاهرة وسريان القوت في أعضائها ويرى سريان المياه في أخصان الأشجار وعروقها وجميع النباتات على اختلاف أنواعها وصغرها ودقتها ويرى نياط عروق النملة والنحلة والبعوضة وأصغر من ذلك جاء في حديث جبريل عليه السلام عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وعن أبي موسى الأشعر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صفر فكنا إذا علون كبرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة ولكن تدعون سميعا بصيرا وورد اسم الله البصير في القرآن اثنتين وأربعين مرة منها في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركن حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم صورة الإسراء ونتعرف الآن على اسم الله الحكم اسم الله الحكم هو من أسماء الله الحسنى وهو من صيخ المبالغة ومعناه الذي له الحكم وحده والذي يحكم ما يريد فهو سبحانه الحكم بين العباد في الدنيا والآخرة في الظاهر والباطن وفيما شرع من شرعه وحكم من حكمه وقضاياه على خلقه قولا وفعلا وليس ذلك لغير الله تعالى ولذلك قال وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم صورة القصص وقال الحليم معنى الحكم وهو الذي إليه الحكم وأصل الحكم منع الفساد وشرائع الله تعالى كلها استصلاح العباد وورد في القرآن الكريم اسم الله الحكم في عدة آيات ومنها بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان طائفة منكم آمن بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم صورة الأعراف وقال الله تعالى في صورة التين بسم الله الرحمن الرحيم أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم وكذلك في صورة الكهف بسم الله الرحمن الرحيم ولا يشرك في حكمه أحدا صدق الله العظيم كما نجد كذلك في صورة الأنعام بسم الله الرحمن الرحيم إن الحكم إلا لله صدق الله العظيم والآن نتعرف على اسم الله العدل وهو من أسماء الله الحسنى التسع والتسعين العدل هو الإنصاف وإعطاء المرء ما له وأخذ ما عليه وقد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تأمر بالعدل وتحط عليه وتدعو إلى التمسك به يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم صورة النحل ويقول تعالى كذلك بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمة يعظكم بها إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله العظيم صورة النساء فالعدل اسم من أسماء الله الحسنى وصفة من صفاته سبحانه ورغم اختلاف العلماء عن عد العدل من أسماء الله تعالى إلا أن الأغلبية يقرون أنه من أسمائه الحسنى الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قال يعد اسم العدل من أسماء الله الحسنى فالحكم العدل هو الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه نكون هنا قد تعرفنا على أسماء الله الحسنى الأربعة ألا وهي السميع البصير الحكم والعدل دمتم في رعاية الله إلى حلقة قادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر